السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي ومتابعي قناة معلم في اللغة العربية مرحبا بكم درسنا لهذا اليوم سيكون النص الوظيفي الوطن والمواطنة سنقوم بالإجابة على أسئلة هذا النص أقرأ وأفهم أنمي معجم اللغوي أبحث عن المعاني المتعددة لكلمة الإرتقاء الإرتقاء الصعود الإزدهار اعتلى تولى الإرتفاع السمو التقدم أبحث في معجم اللغوي عن معنى المواطنة بوتقة المواطنة هي صفة المواطن وتفيد اعتبار الإنسان منتميا إلى الوطن دون تمييز على أساس الدين أو اللغة أو العنصر أو الجنس يتمتع بحقوق وامتيازات تكفلها له الدولة وبالمقابل عليه الالتزام بواجبات تفردها عليه صفة المواطن بوتقة وعاء على شكل قدح تصهر فيه الفلزات وغيرها من المواد وتصنع عادة من مواد صامدة للحرارة مثل الخزف أو الجرافيت السؤال الأول ما التعرف الذي أعطاه الكاتب للوطن؟ أين يتجلى حب الإنسان لوطنه؟ التعرف الذي أعطاه الكاتب للوطن الوطن ليس رقعة شغرافية ضيقة بل هو إحساس بالانتماء يتجلى حب الإنسان لوطنه فيه اهتزاز المشاعر كلما أراد الأعداء النيل من كرمته التفاني في خدمته والعمل على ازدهاره والسمو به إلى أعلى المراتب السؤال الثاني ما المواطنة في نظر الكاتب؟ ما فوائد المواطنة؟ وبما ترتبط المواطنة الحقة؟ المواطنة في نظر الكاتب هي حقوق وواجبات ومسؤولية تجاه المواطن والجماعة التي ينتمي إليها فوائد المواطنة التقة بالنفس الانتماء إلى الجماعة المشاركة في تقرير المصير ترتبط المواطنة الحقة بقدرة الإنسان على مواجهة جميع أنواع الميز التي قد تحدث بين أفراد المجتمع الواحد أو بين أفراد المجتمع ومن هاجر إليهم من أبناء أوطان أخرى أقرأ وأحلل السؤال الأول ما الفكرة المحورية التي يدور حولها النص؟ الفكرة المحورية التي يدور حولها النص تقريب مفهوم الوطن والمواطنة للمتعلم والتعريف بالمواطنة الحقة وضرورة مشاركة المواطن الحق في بناء وطنه وتنميته في جميع مجالات الحياة السؤال الثاني أحدد فكرة الفقرتين الثالثة والخامسة فكرة الفقرة الثالثة لممارسة المواطنة لا بد من مجتمع عادل وديمقراطي يحرص على المساواة وتكافؤ الفرص فكرة الفقرة الخامسة فعل المواطنة الحقيقي هو ممارسة النقد الداتي وتجنب التسرع في إصدار الأحكام وبناء العلاقات على أسس الحوار الحضاري وقبول الرأي المخالف السؤال الثالث أستخرج من الفقرة السادسة جملة وصفية جملة وصفية من الفقرة السادسة لا يمكن الانتصار على أنواع الميز هذه إلا بإيمان المواطن بالحق في الإختلاف والعيش المشترك والإنصهار داخل بوثقة واحدة أبدأ رأيي في قول الكاتب هو يسكن الوطن والوطن يسكنه وأعالله أبدأ رأيي في قول الكاتب هو يسكن الوطن والوطن يسكنه يرتبط المواطن بوطنه ويناضل من أجله لكي يجد فيه الأمن والاستقرار ويحافظ على الأرض التي يسكنها فالوطن جوهرة ثمينة تتعلق بها روح المرء فالوطن يسكن أرواحنا قبل أن نسكنه أركب ألخص النص في خطاطه تلخص النص في خطاطه الوطن والمواطنة تعريف الوطن حب الوطن فوائد المواطنة نتائج المواطنة الحقيقية المواطنة وعدم التمييز المواطن الحقيقي أستعين بأسئلة الفهم لألخص النص شفاهياً تلخص النص شفاهياً الوطن الوطن ليس فقط رقعة جغرافية ضيقة بل هو إحساس بالانتماء له والتعلق به والمواطنة حقوق وواجبات ومسؤولية تجاه الوطن فالمواطن الحقيقي من يشارك في بناء وطنه سواء أكان رجلاً أو امرأة طفلاً كان أم كهلاً في سبيل بلوغ مرتبة المواطنة الحق أستخرج القيمة المركزية للنص وأعبر عنها القيمة المركزية للنص حب الوطن وهو إحساس خفي يجعلنا نتعلق بالوطن والإحساس بالانتماء إليه مهما بعدت المسافات أتوائه أتوائق أتوائها أنكون بلوغ مرتبة أتوائها 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 اشتركوا في القناة